ونتنقل لمطلع عام 1938 وفي اجتماع اللجنة العليا في 2 يناير 1938 تمت مناشة اعتذار بعض اللاعب الاهلي عن اللعب ضمن منتخب القاهرة ومنتخب القاهرة كان مقرر يلعب مع فريق فريس تفيننا النمساوي مباراود دي وبعد لعبة الاهلي اعتذروا اللجنة العليا طلبت اسماء اللاعبين الذين انتخبوا لتمثيل القاهرة يعني تم اختيارهم لتمثيل القاهرة ضد فريق فريس تفيننا النمساوي مع ذكر اسباب اعتذارهم وماذا تم في امرهم فتقرر احالة النظر الى اللجنة التنفيذية لبحثه وتبليغ رأيها الى اللجنة العليا اللجنة التنفيذية ما اجتمعتش في معدها المحدد لعدم اجتمال النصاب القانوني وسكرتير النادي طلب من اللجنة العليا اتخاذ قرار في الموضوع وفي اجتماع اللجنة العليا يوم 17 يناير 1938 جاء في محضر الجلسة وبعد انثرت حضرة سكرتير النادي الاسباب التي حدد بتخلف اللاعبين عن مباراة منتخب القاهرة ضد فريق فريس تفيننا النمساوي في كرة القدم وهم اللاعبون حسين حمدي وحسين مذكور ومصطفى لطيف وصالح الصواف وبعد ان تنقشت اللجنة قررت انها لا توافق على التصرف الصادر من اللاعبين السابق ذكرهم وترى ان تلف تنظرهم حتى لا يعودوا الى مثل هذا العمل وان كان لهم شكوى يجب ان يقدموها للنادي في الوقت ده كان منتخب القاهرة بيتم تكوينه دايما بصورة رسمية عشان يلعب بطولة كاس الملك فؤاد للمناطق وكمان عشان يمثل المنطقة في اي مباراة مع الفرق الاجنبية يعني يعتبر تمثيل منتخب القاهرة واجب وطني ما هو لو ادارة الاهل تنشت اعتذار اللاعبين عن تمثيل منتخب القاهرة هتبقى ظاهرة الظاهرة بقى يتبعها اعتذار عن تمثيل منتخب مصر نفسه عشان كده ادارة الاهل تعملت مع اعتذار اللاعبين باهتمام شديد وهو ده النادي الاهل يرفض تماما تقاعس لعبي عن تمثيل بلدهم في اي مناسبة وطنية مع اي فريق اجنبي دور بدأ من تأسيس النادي ولزال مستمر حتى الان السنتين دول سنة 1937 و 1938 شهدوا اكبر عدد من مباريات الاهل والمختلط في تاريخ مواجهتهم يعني نقدر نقول مثلا لعبوا كم ماتش ونتيجهم كانت ايه ده اللي حنعرفه لو احيانا واحياكم ربنا في الحلقة القادمة ان شاء الله